في فكرة إن الراجل الستة هتفهمه هتعرق يعني بعد شوية بعد فترة خلاص يعني عرفت أول وآخره الراجل بجد دي مش حاجة تعبكوا على فكرة ماشي الراجل ما بيعرفش أول وآخر الستة فين يعني لأن التقلب الكتير التقلب المزاجي الكتير عند الستة بيديها بيوصلها للإكستريم والإكستريم اللي هو الأعلى درجة دي بيبقى صعب قوي إن انت تحدد شخصيت اللي قدامك أو اللي بيزعله يعني أوقات كتيرة بتبقى مش عارف ده هيفرحه ولا هيزعله ده عند الراجل لكن الست متأكد أن ده هيفرحه لأنها عارفة آخره الراجل مش عارف آخر الستة أيها بس لما بنقول كده طول الوقت للرجالة يا أحمد إن الرجالة بتستسهل ولما بنقول كمان طول الوقت ده عن الستات نفس التلام ده الرجالة بتتوقع مستة إحنا مش عايزين نفضل نعمل كده أنا دلوقتي هي دائما الحاسن مش فاهمها تعالي نخرج براء الإكسبيكتيشنز خرجي الإكسبيكتيشنز والتوقعات براء موضوع ده ما بيعملش توقعات من الرجل ماشي يعني الراجل كده 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 بيعيش مع الست يعني لما بتعرفه على بعض أول مرة بيتأقلمه على بعض صحيح؟ فاللي هي بتعمله في الطبيعي اللي هو بالنسبة له ممكن يبقى طبيعي لأنها بتعمله كل يوم بيبقى غزبا عنك متوقعه يعني أنت لو بتصحي من النوم بتعمليه الفطار معين هو بيحبه عارفة مثلا بيحب كذا فبتقوم يعملهله كل يوم لو صحيتي يوم من الأيام ما عملتلوش الفطار ده هيقول في حاجة غلط فاهمها؟ رد فعله مش شرط إنه يدائق أو يزعل أو بتاع ممكن تبقى تعبانة ممكن تبقى مش قادرة ممكن تبقى نزلة الشهر لبادري دي إكسبيكتيشنز حلوة مش وحشة يعني دي حاجات حلوة مش وحشة بس العلاقة لما يحصل فيها مشاكل والراجل يبقى رد فعل الست متوقعه بشكله وبعدين لقيه شكل تاني خالص خالص وزعلها على حاجة تاني خالص بيتوه إحنا مشكلتنا وتتوقع عليه تتوقع عليه ما تسألني اسألني عشان تبقى الأمور واضحة ما هو أقولك أنت السؤال بالنسبالك النهاردة هتردي عليه بطريقة وبكرة هتردي كل البني أدمين كده بسا الحاجة السابطة الوحيدة في البني أدمين هي التغيير هو أن البني أدم متغير وكل حاجة في الكون بتتغير أنت نفسك لو جيت بكرة وعدت على نفس الكرسي ده وإنت لابس نفس اللبس ده وإحنا زي ما إحنا عادين كده واتكلمنا في نفس الموضوع ده ردت فعلك هتختلف وإنت نفسك هتختلف لازم في حاجة هتتغير لازم في حاجة هتتغير التغيير هو أصل الأشياء وإن نتغير مع الوقت ومع السن إنت بقى مفترض تعمل إيه لو الكونسب تتغير يبقى أنت مفترض تعمل إيه لأ مش حقيقة يعني لو أنت الكونسب بتاعك أو طريق تفكيرك طريق تفكيرنا تغيرت طبعا في نضج وفي وده بيغيرنا تمام بس أنا أقصد إيه يعني لو أنا بقول دلوقتي زي مثلا الراجل الشرقي الراجل الشرقي عنده مبدأ فهمه المبدأ ده كبر صغر تعلم راح جه عنده مبدأ أنا أحب الست بتاعتي تبقى بتلبس بالطريقة دي أو بتتكلم بالطريقة دي أو بتنزل بالطريقة وتتعامل مع الناس بالطريقة دي طيب